بصراحة أرودنا نعمل إغلاق أسبوعين متتاليين بشكل إيجابي لبورسة عمان يعني هذا الشيء ما تحقق منذ شهر الثنين لألفين وطمنطعش يعني من سنة كاملة وإحنا ما كنا نقدر نغلق أسبوعين متتاليين بشكل إيجابي هذا يعتبر أول إنجازة الإنجازة الثانية أنه بورسة عمان أغلقت أيضاً فوق المتوسط السعر لآخر عشرين أسبوع يعني تخيل برضو هذا يعتبر إنجاز جيد لأموأشة بورسة عمان ولكن حالياً نتمنى ونأمل أن يتم تجاوز مستويات المقاومة اللي هي لعندي الألف وتسعمائة وسبعين ولتي تشكل أيضاً يعني مؤشر جيد ونقطة تحول إيجابية لبورسة عمان فيما لو استمرنا في الأداء الإيجابي خلال الفترة القادمة جميل ممتاز طيب يعني خلينا نقول أداء بورسة عمان كان فيه ارتفاع لأسبوعين وبالتالي إحنا اللي دائماً نأخذها الشركات الخمسة الأكثر ارتفاعاً والأكثر الخفاضاً بالضبط يعني بس قبل ما أنه نحكي عن الشركات الأكثر ارتفاعاً والأكثر الخفاضاً كنت حابة أحكي عن مجموعة من العوامل اللي عم نشوفها وعم تنعكسها بشكل إيجابي على البورسة عمان تحديداً وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام يعني بشكل أوسع شو اللي أدى إلى هذه الـ طبعاً إحنا شوفنا الأسبوع الماضي زيارة جلالة الملك أو يوم الأحد زيارة جلالة الملك لتركيا نعم اليوم بارح أم السياس حتى تعاول السيدي لا ما تقوله أسبوع الماضي لا أسبوع الحالي وسبقها الشهر السابق زيارة جلالة الملك للعراق الشقيق فهذه الزيارات يعني بتعكس مدى الحب والإحترام اللي تحظى فيه المملك الأردني هاشمي بقيادة جلالة الملك من قبل جميع الدول والمؤسسات الدولية هذا الأمور عم تنعكس يعني من خلال اتفاقيات وشركات اقتصادية مع العديد من هذه الدول وأنا جاي بسيارة كنت أسمى حضرتك أنه فيه كمان زيارة جلالة الملك لتونس الشقيق نعم سحي جلالة الملك الآن في تونس فبالتالي كل هاي العوامل وكل هاي الشركات الاقتصادية مع الدول مهمة يعني لابد أنه تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام وعلى بورسة عمان يعني تحديدا نحن نعرف بورسة عمان هي عبارة عن بورسة مثلا العديد من الشركات والقطعات الحيوية المهمة للأردن أيضا شفنا وسمعنا كلياتنا عن الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين الأردن والعراق والتي شملت 14 اتفاقا اقتصاديا يعني وغطت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن سواء قطاعات التجارية الطاقة النقل وغيرها من القطاعات طبعا هذا الشيء يعني نتمنى أنه ينعكس ويرفع المعنوية للاستثمار في بورسة عمان إن شاء الله يا رب إن شاء الله آخر هاي العوامل المهمة اللي حصلت معانا الأسبوع الماضي اللي هي الإعلان عن نتائج البنك العربي كلياتنا منعرف أن البنك العربي هو السهم القيادي الأول في بورسة عمان والبنك الأول على مستوى الأردن حقق نتائج ملفتة للانتباه وارتفعت بنسبة 54% أيضا ارتفاع النمو التشغيلي للبنك العربي بنسبة 8% وتوزيعات نقضية يعني تعتبر قياسية لمساهمين البنك كل هاي العوامل عم بتشكل دفعة معنوية كبيرة جدا للإستثمار في بورسة عمان طبعا هذا احنا بيقودنا برضو نرجع لاستعراض الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بالضبط يعني الأسبوع الماضي الأداء بشكل عام كان إيجابي فيما جاءت سهم تجمعات الإستثمارية في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع وبنسبة 12.2% تلاها ساهم حضائق بابل والوطنية الكوابل وتطوير الأراضي وأخيرا ساهم سانيورا هذول الشركات الخمسة اللي كانوا أكثر ارتفاعا بتداولات الأسبوع الماضي والأكثر انخفاضا الكفاءة الاستثمارات والبتروكيمويات نعم صح 28.8% نعم الكفاءة الاستثمارات بس بدون أحجم تداول يعني ممكن يرجع يعوض هذه الخسارة يعني ما كان في حجم تداول مؤثر مع هذا التراجع طيب وفيما يتعلق بالارتفاع والانخفاض طبعا قيم التداول كانت إيجابية حيث كان الارتفاع ل63 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة أيضا هاي السيول 72.700 كان لصالح الشركات المرتفعة وهذا يعبر عن أنه السيولة الأسبوع الماضي كانت سيولة اللي صالحة اتجاهها الصاعد وهي سيولة إيجابية هل الأسواق العربية الأسواق العربية يعني أضافت مكاسب جديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبالذات السوق المصري اللي حقق ارتفاع يعني واضح وملحوظ جدا فيما كان السوق الكويتي الوحيد المتراجع بتعاملات الأسبوع الماضي يعني الأداء كان جيد على معظم الأسواق العربية طبعا السوق القطري في آخر الليستة قبل السوق الكويتي بالظبط أما الهين في الكاس الآسيوي نعم صحيح طيب إلى ما ننتقل أستاذنا بعد هذا الأسواق العالمية آه بالظبط الأسواق العالمية أهم الأخبار أنه اسمعنا الأسبوع الماضي البنك المركز الأمريكي الفيدرالي قام بتثبيت سعر الفائدة واهتبنى سياسة الصبر يعني يعني لحظنا أنت قلت يوم الأربعة الماضي رأيكون في أشياء مفصلية بالظبط بالظبط هاي واحدة منهم أنه تثبيت سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة مع خطاب رئيسي البنك بيتبني سياسة الصبر نتيجة يعني بعض الشكوك في احتمالية حدوث تراجع اقتصادي في الوقت المتحدة وخاصة بعد ما تأثروا بالإغلاق الحكومي الأطول تاريخيا اللي حصل مع بداية هذا العام فبالتالي صار في يعني علامات استفهام أنه هل سيكون فيها زيادات للفائدة خلال عام 2019 أو لا هذا الشيء يعني دفع الدولار للتراجع الأسبوع الماضي وبالعكس يعني شكل دعم لأسواق الأسهم وللدهب إذا رح نشوف بعض الشوي طيب جميل إذن شو ضل لنا بس موضوع اللي هو العملات وتراجع الدولار أنت ذكرته يعني فعلا خبر جيد أنه مشتريات البنوك المركزية من الدهب تعتبر خلال 2018 تعتبر الأعلى منذ 1971 يعني بلغت مشتريات البنوك المركزية من الدهب خلال 2018 بحدود 651 طن مقابل 350 لعام 2017 يعني كان فيه ارتفاع كبير في مشتريات الدهب شفنا خلال 2018 ماذا بالنسبة للنفط وأوبك؟ النفط يعني تراجع بشهر واحد أو تراجع الإنتاج بشهر واحد بشكل واضح جدا يعتبر أكبر تراجع شهري في عامين طبعا هذا تراجع سببه اللي هو تراجع الانتداد من ليبيا وكذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وفنزويلا هاي العوامل سببت في تراجع إنتاج النفط خلال شهر واحد السابق بأكبر وطير شهري منذ عامين طبعا النفط ما زال يواصل الارتفاع وما زال يعني يتحرك معتفض من الاتجاه الصاعد اللي هو يتحرك فيه حاليا طيب جميل جدا شو أخر أخبار بريطانيا والخروج من الاتحاد الأوروبي طبعا تريزيمي ما زالت يعني أعلنت خلال بداية هذا الأسبوع على أنها مصممة على تنفيذ الخروج في الوقت المحدد اللي هو نهاية شهر ثلاثة ولكن هي تأمل أن تجد تعاون من الاتحاد الأوروبي في حل القضايا العالقة ما بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي والذي يصر على عدم فتح باب التفاوض مرة جديدة فهذا الشيء ممكن يضع مسألة الخروج يعني في حالة مربكة وفي حالة قد يعني تضر الاقتصاد وتشكل اضطراب سياسي واقتصادي داخل بريطانيا جميل جدا ماذا يعني تفيد فيه بآخر لقاءنا لهذا الأسبوع ما في عندنا يعني الدولار يواصل يواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي ولكن هو تراجع طفيف يعني لا يعتبر تراجع حاد يعني بلغت نسبته حوالي فاصل اثنين بالمية هذا الشيء يعني استفاد منه عديد من العملات الأخرى العملات الأساسية الأخرى وكان الكاسب الأكبر هو العمل الدولار الاستراري اللي يحقق ارتفاع جيد بنسبة واحد فاصل صفر اثنين طيب جميل جدا توقعتك لسبوع المقبل استمرار مثلا بالنسبة لسوقنا المحلي سوق المالي يعني السوق المالي المحلي يعني مرشح يعني لمزيد من الارتفاعات ويجب انه يعني نستغل جميع العوامل المحيطة الإيجابية للمزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة يعني هذا ما نتمنى ودائما نستبشر بوجهك خيرا حلا بالنسبة لل احنا بحب يعني خلال حضرتك خلال هاي المحطة الكريمة انه نعلن انه ان شاء الله احنا عنا شركة cf.i عنا افتتاحات لفروع جديدة خلال هذا السبوع مبارك مبارك وين هذه الفروع احنا اليوم الثلاثاء غدل ان شاء الله عنا افتتاح لفرعنا في وسط البلد نعم والسبوع القادم نزلين على العقبة اللي افتتاح فرعنا في العقبة وان شاء الله رح يكون عنا افتتاح لفرع العقبة والزرقة في الوقت القريب جدا مبارك يا سيدي ان شاء الله توسعات الخير اشكرك جزيل الشكر والف مبارك الاخوان في cfi